يا صواح الفل والياسمين ازايكم عاملين ايه النهاردة هنعمل مع بعض المسقعة بطريقة حلوة وسهلة وسريعة وكمان طعمها حكاية اول حاجة معايا كمية البتنجان اللي انت عايزاه بتنجان رومي بيبقى حلوة اوه في المسقعة لو مش متوفرة عندك تقدر تستخدمي البتنجان بتاع التخليل بس تتنقل البتنجانية اللي هي بتكون كبيرة شوية تمام كده تمام بتقطعيها اربع تربع وبتبقى معاك جميلة زي بتنجان الرومي بالزبط معايا الكمية اللي تناسبني على حسب مثلا نص كيلو كيلو على حسب العدد الافراد اللي هيكلوا وبعد كده بعد ما اشرتها وقطعتها حلقات بدأت اللي انا احط على وشها شوية ملح وخليهم كلهم يختلطوا مع بعض في نياز بتحطوا فيه ميا وملح زي البطاطس بالزبط لو انت منهم اكتب لنا في الكومنتات الطريقة دي تحلوة ولا الطريقة اللي انا عملتها بعد كده معايا كمية محترمة من البصل وحطتها على النار عشان النهاردة المسقعة بتاعتنا دي مسقعة باللحمة المفرومة لو انت مش عايزها باللحمة المفرومة تقدر تستغني عن الجزء بتاع البصل دوت واعتبرين مش معانا في الحلقة بتاعت النهاردة اول حاجة استنيت لحد ما زيت بتاعي سيخن وبعد كده نزلت بكمية البتنجان اللي انت شايفاها دي اول ما تتحمل هبدأ اللي انا اشلها وانزل بكمية تانية لحد ما خلص الكمية كلها وطبعا ايديا في البصل عشان ما يتحرقش مني بابدأ اللي انا اقلبه برضو معي تمام كده تمام فاهمين لحد كده فاهمين والحمد لله هقلب البصل بتاعي بقى ويديا فيه على طول ونفس الكسة برضو البتنجان اكون مركزة معايا عشان خاطر ايه في ثانية هتلاقيت حرق مني خليكي وانت وقفة في المطبخ كده مسح صح لكل حاجة خلص دلوقتي البتنجان معايا اتحمر هبدأ اللي انا اشيله من الزيت وانزل بطبقة تانية او بطوصة تانية على الزيت طبعا الزيت هيكون سخن جدا خلي بالك احسن تتلسعي لكادر الله وطبعا البصلية معايا تقدري برضو اللي انت ايه تحمريها تعصكت اللحمة بصلاية على النار فيها قطعة زبدة او زيت على حسب اللي انت بتستخدميه وتستني لحد ما البصل كده يدبل معاك وبعد كده تنزلي بكمية اللحمة كلها طبعا البتنجان برضو معايا لو خلص هبدأ اللي انا اشيله وانزل بطبقة تانية خلص دلوقتي كمية البتنجان خلصت تعالي معايا نعمل الصلصة اللي طعمها هيكون طعمه حلو جدا مع المساقع حطت معلقتين زيت وانزلت عليهم بمعلقة توم مضروب في الخلاط او توم مطحول او لو انت عندك التوم فرش قطعي كده مكعبات صغيرة او دقي في الهون على حسب ما انت عايزة المهم اللي هو يكون طعم مطحول نزلت بمعلقة وبدأت اللي انا اقلبها مع معلقتين الزيت وطبعا ايديا فيها عشان ما تتحريقش ما بعمل حاجة برجع لها تاني خلص دلوقتي كمية التوم بتاعتي اتحمرت بالشكل اللي انت شايفاه هنزل عليهم بسلسة الطماطم سلسة الطماطم دي كنا مفرزينها مع بعضة في الفريزر لو انت مش متوفر عندك السلسة بتاعت الفريزر دي تقدر اللي انت تدربي حوالي نص كيلو طماطم في الخلط وتصفيها كويس من القشرة بتاعها حطت عليها ايه حطت عليها ربع معلقة ملح وربع معلقة فلفل اسود وبس كده مش هحط حاجة تانية هقلبهم مع بعض كويس وهبدأ اللي انا بقى ايه بعد ما قلبه وما استنى لحد ما تتسبك معايا وبعد كده هقولك انا هعمل ايه بغض النظر عن اللي انا بعمله على النار الناحية التانية يعني ملكش دعوة بيه نزلت بقى بالبتنجان بتاعي كله كنت محمرة وقرنين فلفل كده عشان يشطشطولي المساقع شوية ويبقى طعامها حلو مساقع من غير بطاطس ايوه مساقع من غير بطاطس بتبقى طعامها حلوة قوي من غير البطاطس جربيها ولو الولاد عندك ما بيحبوش المساقع اعمليها من غير البطاطس بوعدك اللي هم هيكلوها علشان خاطر من غير بطاطس كده خلاص المساقع في المرحلة دي كانت خلصت معايا سبتها على النار من خمس لعشر دقايق اتسبكت وخدت طعم الصلصة والبتنجان وكانت كده خلاص خلصت معايا بتبدأ اللي انت تحطي بقى اللحمة المفرومة فوق وش الطبق بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده قدقى الطعم بيبقى حلو جدا ولو انت عايزة تخلطي اللحمة المفرومة كلها في الحلة براحتك اللي انت عايزة اعمليه طبعا معانا عايش سخن وبس كده